أكد لحضراتكم ومن غير ما نعرض ليحة أو نعرض المستندات الرسمية الناس أكيد عارفة يعني بس أعز أكد لحضراتكم أن مباراة يوم 11 ديسمبر درب الأمريكتين هيبقى الفائز عيس تلم كاس كاس درب الأمريكتين مع ميداليات زهبية للفريق الفائز نفس المراسم اللي اتعاملت في مباراة الأهل والعين نفس الأمر في مباراة يوم 14 ديسمبر الفائز ما بين الأهل مع الفرق الثلاثة الأخرى هياخد كاس اسمه كاس التحدي مع ميداليات زهبية للفريق الفائز ثم تصل إلى بقى الليفل الوحش مباراة الريال ده الكاس بقى اللي هيجمع كل الكؤوس على أبطال القرات انت خلتنا تخيل أن احنا وقفين كده يوم مثلا 19 أو 23 كؤوس دول جنبنا تتعرف أن كل كاس منهم بطولة قرية اه طبعا ده رسمي ده رسمي وحنا يعني هي أصلا أكثر تتويجة نحن اتكلمنا فيها كتير يا محمد هي مش ما حدش يجي يقولك خد كاس الأكثر تتويجة لا هي حاجة معنوية تسويقية عرف الناس بتحترم بعضها فيه يعني ميلاد الإيطالي احترم النادي الأهلي في 2014 وقت بعد ما الأهلي توج بالسوبر أمام السفاقسي وقال تمام بس نستأذنك وقتها نفاكر التفاصيل وقتها بس معلش احنا بيعين حقوق تسويقية بالشعار ده لفترة فبعد ما نخلص الفترة دي هنبتدي نسوق بشكل جديد وقتها حتى ابتدوا سواء هم الأكثر نجحا في أوروبا راح جاي برشلونة في 2015 راح إلا كيه لا ده أحنا بل بقينا الأكثر نجحا في أوروبا وقدامنا لقب ونعادل الأهلي وبعد كده هم عادلوا الأهلي فعلا وقتها وهم برشلونة كان حسب بطولة اسمها كاس المعارض ثلاث ألقاب حسبها عشان يوصل للنادي الأهلي فهنا انت مش بتدور بقي أنا آسف يعني مع احترامي طبعا لكل البطولات انت مثلا مش بتجيب بطولة عربية مش بتجيب بطولة مثلا انت جايب بطولة معتمدة من الفيفا لقب معتمد من الفيفا بتضيفه لرصيدك وبتقول أنا دلوقتي كنادي الأكثر نجحا أنا 28 لقب قدامي بطولة ممكن أبقى 29 وبتقرب المسافة اللي كان مكتب أكثر قربا لو النادي الأهلي السوبر الأفريقي اللي فات واللي قبله قدر نوا يفوز بي دا وانت كلانا هتلاعب الريال انت لو كسبت الريال مش بتجيب بقي الأكثر تتويجا خلاص لك كسباني الريال هو الأكثر تتويجا عارب انت بالمبدأ دا بالمبدأ دا اه بس انت اللي نهاردة لو كسبت ريال مدريد في الانتر كنت انت اللي يا خبار ربيض على الله يحصل طيب دا جانب مهم جدا